سيادة النقب محمود سامي وتساءل على باعتبر انه هنشتغل بقى على اوليوات الاستثمار انا بدأ يدخولي ده تدفقات مالية نتيجة اتفاق الضبع نتيجة اتفاق رس الحكمة وارد جدا انه تحصل لتدفقات اكتر من كده بالرؤية اللي كان بيتكلم فيها دكتور يسر الشرقاوي انا هنا اتصور بانه الدولة عندها خطة كبيرة للمزيد من التوسع في الانتاج الصناعي نعايز اعمل اتفاق مع الصين مش بس تجارة انا عايز او يصنع عندي هنا وانا عايز اوطن كمان تصنيع ووطن تكنولوجيا التصنيع هي طبعا اه يعني الصفقة اللي تم الاعلان عنها هم جدا زي ما احناك قلت كده يعني طبعا من اكبر صفقة سمار مباشر يعني اتت مصر احنا جاهز دي رقم اللي احنا بنحققه في سنتين ثلاثة يعني خلال الفترة اللي فاتت دي كلها يعني ليه طبعا تبعات اقتصادية ايجابية جدا على الاقتصاد لكن زي ما حاجة بتقول كده يعني هي جايز تكون نقطة بداية لطبيبة اللي هي المرحلة التانية من القطة الصلاح الاقتصادي يعني هي لازلت بضو هذا الامر بيتمحور حول السسمار اللي هو العقاري او الريعي او غيره لكن الاستدامة الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي هي بقى يعني متوقع ان الحكومة يعني هيكون عندها تفاصيل كتيرة عشان ما خشش في الداتش ديزيز ما خشش في المرض الهولاني يعني هوا ده اللي حضرتك بتقوله بالزبط يعني الازمة دي اللي مرينا بيها المفروض علمتنا الحكومة طبعا يعني في كل مؤتمرات الصحفية من اول الازمة ما حصلت الروسيا الاوكرانية حطت لنفسيها منديت بما فيها يعني اولويات الاستثمارات العامة التركيز على الاستثمار الحقيقي اللي هو الريل اكانومي دي تعتبر يعني دفع قوية جدا اللي تتوزن سعر الصرف لانه اسمار الاجنابي المباشر كان مشكلته الاساسية وجود تعدد سعر الصرف الرقم اللي اتحقق ده ممكن مع دخول كمان تدفقات اخرى من بعض الصفقات اللي هي متدولة برضو من خلال السعودية او القطر او من حتى خلال المنطقة الاقتصادية بقناة السويس مواضيع الهيدروجين الاخضر واستثمارات المتوقعة في هذا المجال ده هيحقق لك اللي الاحتياط يزيد من 35 اتمنى اللي هو هيوصل ل 55-60 مليار دولار ده يعمل توازن كبير في سعر الصرف فبالتالي يعني السوء السوداء بتدت طهب وصلت ل 45 متوقع برضو ان البنك المركزي ياخد خطوات كمان للتحريك بحيث اللي اتنين يعني يتم يتقابلوا في نقطة التوازن واحدة اللي احنا دايما كنا بنقول عليها هو امتى هيكون عندنا سعر واحد او امتى يتوازن هو ده التوازن اللي احنا بنتكلم عليه عندما تتوازن يبتدي بقى الاستثمار الاجناب المباشر اللي احنا يعني نستهدفه يأتي وحتى الاستثمار المحلي يبتدي يستقر لان مستلزمات الانتاج قد تكون متاحة يعني بعض يعني تأخر كبير ويعني ووقفة كتيرة في المواني منها فبالتالي اي احنا هل كده التحنا هل علينا اللي احنا نستكين لا لا ده هي دي نقطة البداية وليست نقطة النهاية علينا بقى اللي احنا نعمل بقى دفع للإقصاد الهيكلي للحقيقي اللي احنا بنقول عليه الصناعة على رأس الاولويات الزراعة على رأس الاولويات التكنولوجيا اللي بالنسبة لي هم يعني انا بشايفة اللي هي لو عايز نعمل معدلات نمو وقفزات علينا اللي احنا نتجي الى مجال التكنولوجيا نعم عندنا مشكلة فيه يعني لسه البحث العلمي والكوادر وغيره يعني لقد تعاوننا مع الصين على سبيل المثال لانها يعني قطعت اشوات كبيرة فيها يعني قد يكون مصنع واحد في مجال المايكروشاب او اشباه الموصلات قد يعمل لنا طفرة اللي هي ممكن تعقق الصناعة خلال فترة طويلة هو ده اللي انا قلت في مجلس شوق كان الناس مستغربة يعني الصناعة مش مهمة لا الصناعة طبعا مهمة الاكتفاء الذاتي وتوفير الاحتياجات وكمان التصدير لكن الحقيقة اللي احنا شفناها يعني خلال السنتين دول في امريكا المجنفسن سفن السبع شركات العملاقة التكنولوجية عملوا قفازات ان شركة يعني الانفيدا دي انفيديا كانت وصلت عدت اثنين تريليون دولار وهي يعني حاجة مهولة ما تزيد مئة في المئة في قلال ايام يعني معناها اللي انت لحانك شركة باثنين تريليون دولار في مصر يعني خلاص دي هي دي اللي انا اقول لك علينا نقعد عشر سنين ما نتكلمش بقى خلاص اتحلت اتحلت مشاكلنا يعني فبالتالي زي ما بقول هذه نقطة بداية يجب استغلالها استغلال جيد هي زي ما بقول هي لازلت في قطاع الاستثمار الرغي علينا اللي احنا نستغلها للانتقال الى قطاع الاستثمار الحقيقي الصناعة والزراعة والتكنولوجيا وبالتالي الحكومة انا بقول الحكومة يعني هتبتدي بقى يعني المفروض هي دي نقطة البداية فيه شوية تشريعات اتحطت فيه حوار وطني تم فيه اوراق عمل تمت انا دايما بقول السياسات العامة جيدة جدا لكن انا دايما بقول المرحلة التانية ودي اتمنى لو الحوار استمر بعد رمضان نسميع مرحلة الشيطان في التفاصيل نخش بقى التفاصيل تشوف مشاكل السياحة التفاصيلية والصناعة التفاصيلية وغيرها من المشاكل